اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة هلا سلطان هلا والله سهلا حلو ان شفناك واحد مرة الله الله احلو ان شفناك بعد السلام اليوم صدق انا تعرف على قدمه يلست اياك اليوم لازم اتعرف عليك شوي اكثر فان شالله يعني هاي الهدف فبنبدأ بالسؤال التقليدي سلطان بصراحة بتشوف حالك والله بخير الحمد الله بس انا لأول مرة انا بغير اسألكنت كيف حالك انت والله اظن حالي من حالك بصراحة عشان نحن في فترة فيها وايض تحديات في العالم فهوائد صعب الواحد يقدر يفصل اظن مستحيل تفصل مية في المية صعب صعب وانا انا ليش انا قلت لك هالكلمة ليش سألتك لان انا بطبيعتي ايجابي احب التفائل متفائل دايما افكر اقول ان ما لا داعي افكر في الماضي لان انا مقدر اغيرها ولا في داعي ان افكر في المستقبل لان انا مو بيدي بيد ربي العالمين والحياة قصيرة فاقعد ازودها بهم الماضي والمستقبل اعيش الوقت اللي انا عايش فيها الحين للاسف الوقت هالايام ما هو شيء يعني ما هو يسر انك تفكر تحاول قدر الاستطاع انك تفكر في المستقبل مع ان المفروض انك ما تقدر تفكر في المستقبل بس انك تدعي رب العالمين ان الله يصلح وتفكها الغمه فاهم منزين بس انت كشخص روحك مستقل من كل الاشياء كيف تحس انت فيها الفترة والله زي ما قلت لك انا انا شخص متفاهل بطبيعتي احاول اني حتى لو تكدأ شيء كدرني اذا ما اقدر اسوي في شيء اقلب الصفحة وكمل الحياة يعني ما اقدر اعمل مش بقدر اسوي احاول قدر الاستطاعة اني اطلع من هذا المكان اللي فيه السلبية هذي اذا اقدر اذا كان الحمدلله صحتي وعائلتي ووهلي واللي اعرفهم بخير هذا اهم شيء باقي الامور بيدرب العالمين واللي يتصرف بالكون زي كونك فنان لو قلنا حالة سلطان النفسية حالتك النفسية لو عندي لوحة بيضة ولا مجسم عشانك فنان يلا قلناهم لوحة بيضة عمو من اقول لوحة بيضة لوحة بيضة ولا مجسم اللي انت تختباه بس قلتلك شكلها ولا ارسمها بحالتك انت النفسية في هالفترة شو ترسم؟ والله شوف هذا بطبيعة الحال انا هذا اساسا طريقة ما اشتغل اعمال الفنية كذا هذا اللي اشتغلها انا ما سوي رسمة سكتش ولا اتخيل شي قبل بالذات في الرسم اوقف قدام الكامبس البيضة واللي يطلع مني يطلع مني هم فهي ما لها هذا هذه طريقتي يعني هذا ما هو منت قاعد تسألني سؤال غريب هذا 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 طريقة يومياتي هم لكن الان وللمشكلة انه انا استخدامي عادة للوان الفرحة والفترة الاخيرة من قبل حتى هذا الاحداث ومن قبل الاحداث اللي قبلها بعد كوفيد وغيرها دخلت في موضوع السواد سيتركز على السواد انا السواد بالنسبة لي ما هو ما هو شيء يعني بالذات في اللوحات بالذات في الرسم انا ما اخذه من منظار مختلف تماماً ما انا ما اخذه من انه لون غامق ويغم على القلب على قولتهم لكن انا ما اخذه لانه صعب انه صعب تشكيل لوحة كاملة بتدرجات الاسود ترى شيء موه سهل وانا اعتبر دايماً انا حاول اني انافس نفسي احاول اني اختبر نفسي كيف اني اقدر اتجاوز شيء انا بالنسبة لي صعب لاحظ اني انا ما تعلمت ما درست الفن ولا درست ولا حتى ووركشاب ما اخذت فانا دائماً تجربة واشوف اقدر اكملها ولا ما اقدر اكملها وحاول اني انافس نفسي اه فانا بالنسبة لي انت تقولي اش رايك تسوي هذا يومياتي هذا شيء طبيعي بالنسبة لي يعني دور شيء اكثر لا لو هل لي دار الابيض وعطيتك كحين قال الله ما شو بترسم وقل لك يلا وصف لي السلطان في هالفترة وحالتك والله بالعكس يمكن في هالوقت ما حرسم شيء اسود يعني بقى حاول انها شيء اللي يؤثر فيني ياخذني الوانها ياخذني باتجاهها هو نفسها فاعتقد اني بأحول بقى الاحمر والاخذار والاسود يعني امكن تكون في الوان تحاول تخليني أجسد الموقف اللي قاعد يحصلها الآن طفولتك في ثلاث كلمات طفولتي في ثلاث كلمات تدري يمكن ما حقولها بثلاث كلمات بقولها بثلاث فترات في فترة اللي أول ما بديت أستوعب أني عايش يعني أول ذكرها أذكرها يعني أنا قاعدت فترة أحاول أني أتذكر يعني وش أول شيء ذكرته في حياتي والفترة اللي هي كونت أو تعرفت على نفسي اللي هي كانت نقول صراع بيني وبين نفسي يعني أنا ما أدريش كنت بي والفترة الحالية اللي لما وجدت نفسي أقدر أقول لك أول ذكرى كانت ذكرة وفاة الملك فيصل رحمة الله عليه أذكر أن الدنيا يعني هذه ذكرها يذكر أنها فوضى صارت صارت فوضى والدنيا تركضه فهذا أول حاجة أذكرها في حياتي وأعتقد بعد سنتين بتكون خمسين سنة يعني كنت صغير يعني أتوقع كان عمري أربع سنوات وهذه أول ذكرى وثاني وثاني مرحلة اللي هي مرحلة اللي هي اللي ما أدري أنا وش بكون أنا كنت رياضي وكنت أبغى أدخل الجيش وكل الثنتين ما ضبطت سويتوا بالثنتين بس إنها ما ضبطت بعدين صرت ما أدريش أدرس درست هندسة بعدين درست إدارة أعمال بعدين اكتشفت إن الدراسة مالها مما الهقيمة المهم من الواحد يكون سعيد في اللي قاعد يدرسه بغض النظر إيش يكون دختار واستمرت هالفترة إليه قبل ممكن عشر سنوات لأن اكتشفت إن فعلا أنا المفروض أكون فنان وهذا أو عمل في الثقافة بشكل عام لأن الفن متصل بأقسام كبيرة من الثقافة بشكل عام فاكتشفت هذا المجال اللي أنا يناسبني فهذه كلها مكملة للبعض فأنا أعتبرها كلها يعني طبقات من طفولتي وحين قلت وجد نفسك لو أسألك سلطان أنت منه شو تجاوب أنا أقول أنا كرياتف شخص فنان أحب أني مو أبدع يمكن كلمة إبداع كبيرة يعني أنا يعني أحاول أني أسوي شيء أنا بالنسبة لي أن هذا يفوق تطلعاتي أنا فلما أوصل شيء مثلا سواء سكولبتور ولا لوحة ولا إنستليشن عمل تركيبي ولا اللي هو أنا أحاول أني أنا نافس نفسي فإذا طلعت إلى مرحلة أني أنا أرضيت ذاتي أرضيت نفسي أنا هنا أقول لك أني أنا هذا أنا هذا أنا اللي وصلت له غيري أنا أب وزوج وابن وسعودي عربي مسلم هذا هذا أنا يعني إيش فيه بال غير كده ما يعني شخص طبيعي وعلاقتك مع الوالد الله يرحمه توفه صح؟ الله يرحمه الوالد والوالدة يوم أنت كنت صغير أنا والدي الله يرحمه توفه وأنا صغير يعني توفه وأنا أممكن في الثنوي وبس يعني بشكل عام أنا كانت علاقتي بوالدتي وما زالت أقوى يعني الوالدة تعرف إحنا في وإحنا صغار يعني الوالد كان مشغول وكان يحب الصيد كان دائما يسافر كان يروح للصيد أشهر يعني ما كانت ارتباطنا يوميا مع الوالدة الله يحفظها وبعد ما توفى الوالدة الوالدة قوية شخصية فكانت هي الأم والأب والجد والصديق يعني كانت هي المأمن عندنا وما زالت الله يحفظها ويطول بعمرها فأنا ارتباطي الكبير بوالدتي إلى اليوم وأعتقد أن هذا العكس ارتباطها هي فيني كبير يعني حتى لما نبعد يعني ارتباطها فينا احنا كلنا يا الأخوان كبير وأثر فيني يعني صرتها الحين يعني أنا متعود أنها تكلمني كل يوم إذا ما كلمتني كل يوم فهذا في شيء غريب صار نفس الشيء نطبق عليه مع ولادي صرت أنا أسوي نفس الشيء أكلمهم كل يوم إلىين اكتشفت أن لا لازم أتركهم يعني حياتهم يعني يعيشونها زي ما هم بس هذا يعني صارت فيه ارتباط ارتباط بالعائلة كبير بالذات بعد وفاة والدي صارت باطنا فيها أكتر لأنها زي ما قلت لك كانت هي الأمان بالنسبة لنا ما كان عندنا لهي ولا لحي ما عندنا لهي يعني بالنسبة لي هي أهم عنصر في حياتي هذا بسبب يجوز والله حتى قبل قبل وفاة الوالد هي كانت يعني وهي بطبيعتها ما شاء الله عليها أنها كريمة ومئة رجال على قولتهم دائما الناس يقولون أمك مئة رجال أنها يعني يعني تعتمد عليها بكل شيء الدرجة أننا يعني إحنا حاولنا أننا أنا أنا شخصيا وهذا أثر علي لما أنا قررت أن أروح أمريكا بعد ما خلص دراستي الجامعية لأني أبغى أتعود أعتمد على نفسي أبغى أكون الحالي أبغى أكون مستقلة أبغى أشوف كيف أنا أقدر يعني لأنني حسيت أن يعني صار الوضع أنه يعني صعب أني أكون أنا ممكن أبني بيت وأكون أسرة وأنا ما ما اعتمدت على نفسي وهذا جزء منها لما حتى أبنائي إن شاء الله الحمد لله هنت خرجوا من الجامعة ما شاء الله كلهم كان هدفي أنهم يروحون يعيشون الحياة دراسية الجامعية في الدور مسكنوا في الجامعة وتعودوا على أنهم يكونون الناس طلبة طبيعيين لأن الهدف كان عندي أنهم أبغاهم يعيشون الحياة الفعلية الحياة الجامعية لأن هذه الحياة هي اللي بتعلمهم في المستقبل هذه اللي بتخليهم يطلعونهم منهم لأن التجربة الجامعية ما هو بالدراسة أنا بوجهة نظر يعني يمكن لو يسمعوني الحين ناس يمكن ما يوافقوني الرأي ما هو يعني أنا يمكن لو تقول لي مش تتذكر من الإدراسة دراسة ما تذكر يمكن نص الإدراسة لكن أتذكر التجارب اللي عشتها أتذكر يش سمونها البروجيكت اللي سويناها الزيارات للشركات والعمل فترة ومحدودة للشركات تحس أنك استفدت من هذه التجربة أكثر مما استفدت وهذا اللي أتذكر عن ما تذكر عن دراسة ويش دراسة فعلا فالتجربة الجامعية هي تعطي اعتماد على النفس وتعطيك حرية أنك تكون مو تكون شخصيتك لأن الشخصية تتكون من الواحد وعمر سنة يمكن لكن الشخصية فعلا تتكون التراكمات هذه الشخصيات والأشياء اللي تحصل في حياتك تكون الإنسان اللي أنت تعرف بعدين أو الشخص اللي أنت تعرف ممكن تكون شخصية سية أنت ما ترغبها بعدين وتقرر أنك تحاول تطلع منها لكن هذه أنا كانت العلاقة عندي أنا كنت بعد فترة يعني بعد ما حسيت أنه أكتفيت ما هو أكتفيت أنا عمري ما أكتفي من عائلتي بالعكس أنا أبغى أكون معهم بس تحس بعد فترة أنك خلاص أنا أبغى أكون أنا أنا منفصل كشخص شيين الشي الأول يا في بالي أنا أتفق معك بالنسبة للجامعة يعني أنا دائما كنت أشجع أن الناس يدرسون برع بلادهم مو بعشان الدراسة أفضل اليوم جامعاتنا مستوية من أفضل الجامعات ومن ناحية جودة الدراسة جودة عالية جدا ولكن من ناحية الاعتماد على النفس وأقول تجربة وتجربة أنك تتعلم تدفع فواتيرك تتعلم تطبخ تتعلم أنه ما في واسطة تروح لبنك كدب نفسك كل الأشياء هاي كانت تجربتي أنا في بوزن وهاي أحس لعبة دور كبير في تراكم شخصيتي مثل ما تذكر كلمة التراكم يعني ندفع كبيرة بس من الجامعة أقدر أقول بس أنت بعدين قدت فيه شي ثاني قدت فيه أشياء سويت يمكن ما كانت قرارات يتلي صالحي بس صارت مثل شو أوكي هي شف يعني أنا كنت رياضي وكنت يعني يعني كنت ألعب تايكواندو ومن صغري يعني بدايت وأنا صغير مرة يعني بدايت وأنا يمكن 12 سنة ومثلت المنتخب السعودي للناشئين والشباب والأول وهذاك الوقت كنت يعني مجرد أني هواية بس بعد جد يعني ما قدرت ما حصلت الفرصة أني أشارك في الأولمبياد أثرت فيني كثير لأنني يعني تعرف طموح أن أول يعني أول تجربة لك أنها تروح الأولمبياد هذه كبيرة طبعاً ما صارت لي لأنني كنت تحت السن كان عمري 17 وهي لعبة خطرة فما وكانت لأول مرة تشارك في الأولمبياد لأنها كانت في كوريا كانت أولمبياد سيور فما قدرت شارك بعدها بسنة طبعاً رحت البطولة الثانية بس بعدها بسنة دخلت وهذا القرار من القرارات اللي كانت ما أدري ليش كنت أبغى أكون في النيفي كنت أبغى أكون في البحرية حتى درست علمي مو عشان أنني أبغى أدرس علمي لأنني أنا ما أقدر أدرس أدبي لما أقدر أحفظ الأسباب أخرى بعدين أقول لك عليها بنوصل أعرف بس قررت أني أدخل للبحرية ودخلت وأنا كان عندي شبه إصابة وكنت خايف أنهم ما يدخلوني لأنه عندي من واحدة من البطلات كان عندي إصابة طبعا وأنا لعب تاكواندو كنت أصاب يعني كل يومين رايح المدرسة يا بعكاز يا مربوط يدي يعني كل يومين رايح لهم بشي تخرجت من الثانوي وما كان في بالي إلا أني أدخل البحرية حتى والدتي ما كانت راغبة كثير لأن أخوي أنا ما عندي لأخو واحد والباقين بنات أخوي الكبير طيار وكان متخرج طيار وكان برا البيت يعني كان في أعتقد يا في الطايف يا في الضهران يعني ما كان في الرياضة وأنا قررت أني أبغى تخل البحرية والبحرية في المنطقة الشرقية يعني البيت بيكون ما فيها أي واحد من الأولاد ما كانت راغبة بس ما منعت قالت لكن أفضل نقدم لك في الجامعة جامعة الملك سود قلت طيب أنا جاني القبول في البحرية خلاص نسيت هذا الكلام كله أول أسبوعين أو ثلاثة وجتني أصابة في الكلية حاولت 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 أني أتغاضع عنها بس ما أقدر أمشي خذوني إلى المستشفى وقالوا أنها عندك قطع كامل في الرباط الصليبي فقلت له طيب بشي سوات أقول للدكتور قال لي سوات روح تسوي عملية ولا أخلصت العملية ترجع لنا السنة الجائية أنا هنا قفلت الدنيا في وجه يعني يعني لحظة تشوف أن مستقبلك راح يعني كل اللي أنت قاعد تجهز عليه دارس علمي وتخرجت عشان ندخل كلية البحرية وانتهى أو مو انتهى يعني لسه بيتأجل سنة وما أخفيك أنا يوم طلعت وأنا أتذكر أنني كانت فيه في الجبال ورايح البيت أخوي كان أخوي في الظهران في الظهران ما كان في الطائف وراكب مراكبيني سيارة الشرطة عشان رجعوني خلقوا يعني وقاعد أفكر أنا في السيارة طيب أنا ما أش بسوي الحين يعني عدى كل شي رجعت دخلت عليهم وكلمت قالوا لي لا باللحظ أنهم ما سحبوا ملفي من الجعمة بس أنا متأخر يعني متأخر شهر بدأت دراسة وانتهى أو كان ما بقى لوقت بسيط وينتهى التسجيل والحذف فرحت يعني أنتم سووا عملية أو لا ما سويت العملية لسه يعني ما سويت العملية بس ما أقدر أجري ما أقدر ما أقدر أتدرب تدريب عسكري الآن طلقت الجامعة دخلت لقيتهم في ذاك الوقت كانوا على حسب معدلك يقبلونك بالذات إذا أنت ما اخترت يقبلونك على حسب معدلك فجاني القبول على كلية الطب أو كلية الهندسة أو الحاسب الآلي طبعا نحن نتكلم على آخر الثمانينات فأتخيل الآن الحاسب الآلي الكمبيوتر ذاك الوقت كيف كان كان بالنسبة لشيء جديد ما ندري كان عندنا صخر هذا يعني وما نعرف شو نسوي فيه حتى يجينا ما نعرف شو نسوي فيه فالحين تخيل أنك تتكلم اللغات فعنا بالنسبة لي هذا شيء ما أفهم الطب يعني طب أنا عندي مشكلة ما أقدر أحفظ يعني الطب بعد الحندسة أنا حب الحندسة يعني طبعا بالعربي اسمها هندسة معمارية وهندسة مدنية وهندسة يعني كل شيء هندسة لكن قلت يلي الهندسة هندسة أنا توقعت أنها هندسة معمارية يعني أركتكتشا أول سنة ما حسيت أول سنة كانت تحضيرية وثاني سنة يوم دخلنا نتخصص على الترم الثاني بدأت أدخل بواد التخصص اكتشفتني مان يفاهم مش قاعد يتكلمون عني يعني الدكتور قاعد يشرح وأنا مان يفاهم يعني مو مان يفاهم إني مان يفاهم الدرس لا لغة ثانية قاعد يتكلمني لغة ثانية فحتى أروح لحاول أحاول آخر شي قلت يعني ما يعني بخلص هالمادة سنة سنة جاوش بسوي فقلت والله أنا يعني قررت قلت أني ما أبغى أكمل يعني يعني أبغى أحول كلية ثانية فقل لي طيب علاماتك ممتازة يعني جيدة ليش ليش تحول حاول فكر قلت والله أنا فكرت لأني صراحة دكتور ما أفهم أنا ماني قاعد أفهم وش قاعد تقول فقلت لا أنا ما عندي إختيارين يا أني أحول كلية ثانية أو أني أسافر برا فقلت والله هذا قرارك أنت سوف أفكر وأعلمني فقلت والله تدري خليني أخلص بأي كلية ثانية بس أني ممن يتخرج وأبغى أسافر بعدها أكمل ماسترز أو أدرس شيء من جديد فحولت كلية العلوم الإدارية ودرستها وأنا ما كان عندي أبدا ميول لدراسة إدارة الأعمال أبدا بس عشان أخلص بس فيها في خلال الفترة اكتشفت أنه فعلا مو المفروض الواحد يدرس اللي يبغاه المفروض يدرس اللي يحبه أو اللي على قل بس بيأخذ الشهادة منه التخصصات الأخرى تحصل بعدين يعني ما يكون عندك الضغط حق الجامعة أو الدكاترا أو هذا الأشياء وبس على طول بعدها رحت لأمريكا وحولت أني أكمل كمان نفس الشياء خدت بس هنا الفائدة اللي جاتني اللي اكتشفت أنه أي موضوع ممكن واحد يدرسه أو يبغاي يتعرف عليه أو يبغاي يفهمه مو مو ضروري أنه يدرسه في الجامعة ممكن يأخذ كلاسات ممكن يأخذ بشي الحالة كذا يأخذ كذا فترة دورة بسيطة ويتعرف على الشيء اللي يجب والباقي فهذه واحدة من الاختيارات اللي ما كنت فيها ولا حتى بعدها اشتغلت في البنك حسيت نفسي أني ما أصلح اشتغل في البنك بعد أربع سنوات قلت لا فمال مهلي فهذه الاختيارات اللي لو ما تجربها ما حتعرف انها يتنافسك ولا ما تناسبك ولا ما تناسبك يقول لك لأمرات الواحد لازم يتجرب عشان يعرف شو ما يحب بالضبط مو بس داما عشان لو تم تحذف الإشاء اللي اوكي نرجع لموضوعنا عالمشوار كنت للفن فوق ثلاثين سنة استحاول تستكشف نفسك وقلت وايد اشياء قلت القوات البحرية قلت بزنس مانجمنت قلت هندسة بنك قلت اشتغلت يعني واجت جربت اشياء عشان توصل لشي لا وزيد عليها واحدة اشتغلت اشتغلت محوم شوي اشتغلت في الاركيولوجي شوي كيف وصلت للفن انا امارس الفن من قبل من وقت ما كنت في الجامعة بس ما كنت تعرف ان هذا فن اساسا ما كنت تعرف اللي انا سويه is considered فن يعني كنت اسوي اشياء حتى لدرجة اني افتش اللي انا وريها حتى يعني تعرف زي اللي يكتب شعر وما يعلم الناس انه يكتب شعر يعني مستحي ما يعرف انه يمكن الابيات مكسرة ولا يعني كلام فاضي ولا يعني انا كنت نفس الشي لكن انا متى اكتشفت انه انه اني انا فعلا اللي اذا كان هذا سؤالك اذا كان متى اكتشفت اني انا فنان اكتشفت اني انا فنان من وقت ما كنت لعبنا تايكواندو طبعا انت تعرف انت ارمي نيفي ومارشل ما تنفع تكون فنان مو براكبة مي راكبة حتى يعني تخجل انك تقول انه والله انا قاعد ارسم يعني تحس انها يعني مي شي مي راكبة فكنت دايما يعني اسويها بالخفاء بعدين سافرت امريكا بعد ما خلصت الجامعة لطول سافرت امريكا وما زلت تعرف في في امريكا بيوتنا وشقاقنا وهذا صغيرة يعني ما عندك مساحات كبيرة فكنت دايما اروح فلي ماركت وللقى مثلا شي كرسي ولا حاجة اقوم الونة وعمل في شي وحطها يعني حطها في البيت يعني كتحفة وحلو من شرع يعني انا اسوي اشياء زي كذا مرة وانا راجع في اكاديمي مشهورة في كاليفورنيا بالذات في سان فرسيسكو انا درست في سان فرسيسكو راجع ولكن لو القى مجموعة يعني على طريق بيتي وانا راجع ماشي لكيت مجموعة قاعدين وقاعدين كل واحد ماسك نوت باد كده وقاعد يرسل وكفت يعني انا جاني فضول افغار كمية كبيرة يعني ممكن اربعين خمسين شخص وجيت وراه مسأل تحت يعني ماشي قاعد تسوي قال عندنا احنا اسايمنت ان نرسم المبنى هذا قلت له واشه الدراسة هذي يعني ما فهمت اشه الدراسة اللي تخلي واشه ذا الوناسة يعني انك تدرس شي وترسم يعني هذي وناسة بالنسبة لي قالوا احنا ندرس فن نسيت والله فاين ارت قال لي ندرس فاين ارت وين قال لي كذا كذا قلت طب وش بتسوون بعدها قال عندنا عندنا هي مسابقة بحث تخرجة وشيء زي كذا وبعدها بتروح الميزيم الفلاني قلت يعني في ميزيم يعني في متحف لهالاشياء قالوا على نهاية الشهر كذا كذا خل روح تشوف رحت وشفت لقيت والله بعض الاشياء اللي في الميزيم مو يعني 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 تعرف لما تقول السعودية وتزوجت بعدها بديت أرسم على يعني 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 باحترافية أكثر كامبس إزاكبر بديت عمري كيف تسوي فريمينج طبعا أنا قلت لك من أول أنا ما درست فدايما أخجل ووقتها ما كان عندنا يوتيوب ولا كان عندنا الانترنت أنك تشوف كيف الأشياء تتسوي أو تبحث كيف تسوي الأشياء فكنت طبعا أنا لو أقول لك أني أنا كنت خجول وأنا صغير هذا يمكن ما تصندقها الحين لكن الحين انقلبت العاية ما دلش صار سأت معت في خجر لكن وأنا صغير كنت خجول يعني ما أحب أسأل ما أحاول أني ما أبغى أبين أني ما أعرف فكنت قاعدة أحاول أسوي وأشتغل بالنفسي متى اكتشفت أنه والله الناس يعني في بدل بداية لما أخدتها عشان أنا طبعا لما بدايتي كنت أرسم على الكامفس بدوم هي يعني بدوم هي مشدودة قماش بعدين أشدها فلما أخدتها مرة المحلي يشدونها جارجا الفريمر لما جينا نأخذها قال لي كذا أحد سأل عنها أنت تبيعهم قلت له لا ما بيحهم بس يعني شكرا قال لي والله أعلمني إذا قررت أنك تبيعهم قول لي ليه الحين أنا ما اقتنعت يعني ليه الحين أنا ما اقتنعت أنه يعني أنه والله ممكن أنها أنه ممكن أنه يكون هذا شيء واحد أو شخص يقرر أنه يشتريه ويحط ببيته كفن يعني الحين أنا اقتنعت أنه أنا فنان بس أنا بغى أسويها لي أنا يعني لي ولا هالي وكذا بس يعني ممكن لي استفيد اللي عرفني ذاك الوقت كنت أعطيها هدايا بلاش يعني إلى لما بدت عدد يعني شوي شوي هذا 2003 أعتقد زوجتي كان عندها ملتي براند ستور يعني كان المحل وفي وأنا كنت أحط له حاتفي وهي كانت أحطه فيه لأنه كان جدران كبير وكان هو المكان على أساس أنه زي يعني 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 كل شيء بالوسط هذا الكلام ذاك الوقت فجاء أسئلة كثيرة جاءوا الناس يسألون على اللوحات يبغون يشترونها فيكلمون يقولون هي مي محطوطة للبيع هي منظر فأنا رفعت السعر قلت لهم نقولوا طبعا رفعت السعر بمقياسي أنا ذاك الوقت يعني لو أقول لك الحين ما تصدق يعني لوحات بحجم كبير قلت أقول لهم مثلا بيعوها بعشر ألاف ريال يعني هذا أنا بالنسبة لي أنا بغليها وتنباع والثهنية تنباع فبدأت تنباع اللوحات بعدين قلت لحظة لحظة الحين أنا بديت يعني بديت أقتنع أن لا الناس شغلي وعاجبهم هنا عاد أنا فهمت خلاص قلت لازم ركز على أن يكون عندي لوم معين يكون عندي توجه معين خلاص بديت الحين أقتنع طبعا نهيك أنا في ذاك الوقت عرفت المتاحة في الفن الحديث وكذا دخلت بقوة في البحث أنا طبعا لما أبحث أبحث بعمق فبديت أفهم الفنانين منهم وكيف طريقتهم وكيف شغلهم وكيف بديت الحين تعرفت على هذا الاختصاص بشكل احترافي أكثر سلطان نزيل سؤال ثاني وايد ناس لو شافوك أو شافوك أي حد من عائلة حاكمة عائلة مالكة بيقولون محظوظ أن ولد في عز ومرتاح وكذا كلا كلا بس هل أنت تشوف صح إنسان جدا محظوظ أي واحد في أي بلاد إن ولد في عائلتي ولا تقول لا في جانب آخر سواء مسؤولية سواء ضغط سواء سمعة كيف تشوف شو منظورك لهذا الشيء والله شوف هو أول أول جزئية هو فعلا الشخص محظوظ أن يكون يعني واحد ما يختار أهله ولا يختار أخوانه ولا يختار أعائلته يعني الله سبحانه وتعالى يعطي يعني طبعا أنا محظوظ أن يكون في عائلة مثل هذا العائلة محظوظ ولي شرف بس إنما يعني ولدت من هالعائلة ولدت من سعودي أولا ومن هالعائلة لكن أنا ما كان عندي أي دور في هذا الموضوع يعني أنا ما سويت شيء يعني ما تقول أني أنا والله بثقافتي ولا بقدراتي العقلية ولا بأي شيء أنا محظوظ فعلا أني ولد كذا يعني ما هو شيء أني أقول أني أنا سويته زي ما أنا أشوف الشخص الآخر اللي من أي عائلة محظوظ أنه ولد في هذه العائلة طبعا في نفس المكان وفي نفس المقال في ناس يعني مساكين أنهم انولدوا في عوائل معينة ولا في أماكن معينة ولا في مدن معينة أو بلدان معينة هذا بتدبير رب العالمين هذا ما هو شيء إضافي الجانب الآخر لما تكون أنت مولود أو تكون تنتمي إلى عائلة معينة أو إلى دولة معينة والجهة معينة لكل شيء له يعني في حمولة جمعات يعني في التزامات معينة في سمعة معينة في احترام معينة يعني أنت بأغض النظر الشخص اللي يحترم نفسه يحترمونها الآخرين سواء من عائلة يعني عائلة معينة ولا عائلة معينة ما ححط درجات العوائل ولا ححط درجات الأنساب لكن هي في نهاية المطاف احترام النفس الواحد لما يحترم نفسه ويحترم الآخرين كل الدنيا حتحترمه والله لو يكون من الشارع ما من وراءها حتى لكن أنا عارف أنت الدور على إيش على حكاية يعني دائما الناس يقولون مو محظوظ يقولون عشان من هالعائلة يقدر يسوي كذا وكذا وكذا طيب وعشان من العائلة الناس الآخرين يقدرون يقولون لا والله ما يعجبنا شغلا أو ما يعجبنا الإنسان يعني في كثير من الناس من عوائل كبيرة ومن عوائل مهمة يكونوا منبوذين يكون ما أحد يبغاهم لأنهم هم يعني ما هم سهلين أو محترمين أن الناس يبغى يكون ينتمي له ولا يعرفه هذا بغض النظر على الأشياء اللي ينتجها يعني ملك بريطانيا يرسم طيب ما يحتاج يرسم ملك يعني في كثير في الأمير خالد الفيصل ما شاء الله يرسم في شيء اسمه الأمير بدر بن عبد المحسن يرسم طيب هذول هذول فنانين يعني طيب هما نفس الشيء ما حد قال عنهم كشعرة أنهم يعني ما أحس أنه بعض المرات الناس يكيلون بمكيالين يعني إذا كان الشخص ينافسك في مهنتك وتقول مثلا أنه عشانه مميز عنده مميز عنده مميزات عنده مميزات عنده مميزات يعني من عائلة غنية من عائلة غنية من عائلة معروفة يعني هذا مو لازم أنه يكون أي شيء ينتج أو أي شيء يسويه أنه بينجح يعني الناس الحكم فأنا أحسن مثال أقولها على حكاية الفن لما يكون مثلا مثلا أنا ما أريد أن أذكر أسمان بس أنه يكون واحد شاعر أو مغني طيب إذا أنت تحكم عليه كمطرب طيب أنك كان في نفس الوقت المطرب هذا شاعر أو يكتب الكلمات أو يلحن طيب يعني معناها أنه ما يقدر يسوي الثنتين ولا يسوي واحدة والثاني يكون مميزات ولا يكون عنده مميزات أنه مغني صوته حلو أو شف أو شف مثلا يطبخ ويغني طيب ليش تحكم على الشيء أنا أعتبرها هذه يعني والغيرة موجودة يعني الواحد لما يكون يغار من شخص أنه كيف أنك أنت كذا وكذا في نفس الوقت يعني مهم مستوعبها عرفت فيحط دائما يحاول ينزل من مكانتك بسبب ما حيقدر ينزل من مكانتك الاجتماعية بس بيقدر ينزل من مكانتك العملية فأنا أعتبرها يعني أنا في البداية كانت تأثر فيني كثير بس بعدها فكرت قلت والله يا أخي لله في خلقه شؤون أنا اشتخلني يعني يسعى لي رضا كيف يعني أنا ما هو مشكلتي شخصيا ما هو مشكلتي لكن أنا قررت قرار مهم يعني أنا ما أبقى أدخل في هذه المتاعات لا تشتكي ولا تشرح يعني شف شغلك شف شغلك شف شغلك تخلد لله في خلقي شؤون خل الدنيا تمشي زي ما هي تمشي أنت على نفسك بنفسك لكن لأن الشكوى لما تقعد الواحد يشتكي يعني تحس أنها تأثر عليك تخليك تتراجع ولما تقعد تشرح شكوك تخليك تتراجع أكثر بس هذه ما جاءتني إلا متأخر بعدين أكشفت أنها فيها راحة بال فيها راحة بال عظيمة الواحد فيها راحة بال ثانية كمان هذه أنا مدري أنا اللي طلعت المصطلح ولا طلع اللي أنا أقول جومو أنا عندي أحب الجومو جومو The joy of missing out هي فيه زمعت يعني أنا بالنسبة لي هذا الشيء جديد معاد صاري يعني معاد الشيء الهم أني فاتني هذا الشيء ولا فاتني لا بالأكس إذا كان فاتني فهو لسبب ولا تفكر فيه خلاص فاتني يعني اسمه A New Earth by Eckhart Tolle يعظن شيء يقولون اسمه المهم المهم وائد يتكلم عن الإيغو والأنا وقال الأنا مرات الأنا لازم يربط نفسه بشيء لازم يعني تشوف إنسان يربط الأنا اللي عند الإيغو مع الفلوس اللي عنده في البنك تشوف شخص تاني مع المغتنيات والسيارات والبيت وأنه النهني الإيغو ماله تشوف دائما يلبس ويكشف ويراوي سياراته في الإنستغرام مثلا فتشوف الإيغو مربوط بهال الشيء المادية بس الشيء اللي يعيبني قال مرات لأنا يكون مربوط بالمآسي والشكاوي فتلقى واحد من ربعك متى يحصل الانتباه من الناس يشتكي أنا تعبان وأنا مريض كل حد آه مسكين فيبدأ الإيغو يستغذي فيلاحظ أنا كلما أشتكي أنا مريض ولا أبوي تعبان ولا أخوي ما أدر شو صير ولا في الدوان محد مثلا واللي سال فالناس تتعاطف معاي فالإيغو مالي يبدأ ينتعش صحيح هذا هذا فأنت عندما تقول لا تتعبان ولا تتعبان الناس الذين يفعلون يحاولون أن تتعبان الإيغو هذا هو كيف يتعبان إيه بس أنا أتكلم عن نفسي أنا أنا شخصيا لما تقعد تشتكي تحس أنك قاعد تجهز نفسك لسبب أنت تبي تأخذه يعني تبي ما تسوي شيء أو تبي تقول مثلا تعطي نفسك عذر ليش ما تبي تكلم هالشخص ولا ليش ما تبي تروح المكان فلاني تتشك قبلها وتشرح ليش ما تبي تروح عشان ما تروح بسهولة تقدر تقول ما فاروح يعني خلاص خلاص يعني ليش تقعد تعطي أنا بالنسبة لي أحس أنها بمرض نضيعت وقت اتكلمنا عن العائلة وتحس أن مرات لو الواحد يعني هل أنت يمكن من أي حد أنت كسلطان عشان أن ولدت في عائلة من مستوى معين حسيت بالضغط أنه لازم تثبت نفسك أكثر أنه أنا مش ياي من واسطة أنا مش ياي من رفاهية لا أنا موهوب أنا شاطر ولا لا حسيت نفسك مثل أي حد والله شوف أنا بطبيعتي أنا من يومني صغير وأنا كنت يعني زي ما أقول ما بقوا أقولها بهذا الشيء بس يعني ما بقوا أقول البط السوداء يعني تعرف اللي مكروه بس لا لا ما كنت كده بس أنا كنت ضد يعني تعرف بسبب يعني كنت ألعب رياضة من يومني صغير فكنت في المعسكرات وأختلط بالناس الطبيعية يعني أختلط بالناس يعني ما كنت أكون في المواقع اللي فيها الناس من مثلا اللي معي في المدرسة واللي ما كون معهم أغلب يعني أكون معهم مع كل الفئات بس أكون مع كل الفئات يعني من يومني صغير وإن أتعودت أني أروح مثلا في المعسكرات يأتي لك ناس من كل مناطق المملكة يعني ما يكون من محل معين من فئات ناس أكبر منك وناس أصغر منك وناس من من كل مكان فمن ذاك الوقت وأنا متعود أني أكون مختلط مع الناس فعشان أكون يعني مساوي لهم بس لازم أكون أني ما يكون عندي النظرة أو التعالي لازم أكون على يعني مو بتواضع مصطنع هو أكره حاجة عندي لما الواحد يتواضع بصطنع التواضع الطبيعي اللي يكون جنوان يبان تكون شخص طبيعي يعني مو لازم تكون أكسترا طبيعي أعرفش قصدي من بينيس تتحاول تكون تحاول زيادة عن لزم يعني هي كان الخطر الحقيقي كان اللي ممكن أنه يكون يغير هو المدرسة يعني المدرسة كانت فيها في كل المدارس فيها طبقية أكيد لو تروح مدرسة وايد غالية وخاصة في نوع معين من الناس كلها حدث عمريكا في أي بلد في العالم عندهم طبقيات أنا بسبب أنه في وقت عز هذه الطبقية في المدارس وهذا كنت شعبي نحن تعرفنا على كيف وصلت لي اللي أنت في اليوم في السن السبعتاش أظن لو أنا مش غلطان الوالدة توفى بالثانوية وهذه السن وايد حساس سلطان حق أي شاب يأس يكون رجولته يأس يكون شخصيته توقع بتخلص مدرسة وتوقع بتدخل جامعة يعني لنحن ما قلت بسم الله أنك تكون مستقل وتدخل فلوس كيف هل يعني كيف تعاملت مع هل فقت في هل فترة الحساسة أولا أنا 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 توفى والدي كان عمري سبعتاش كنت في ثاني ثانوي ما كنت في ثالث ثانوي حتى لسه بعدها بسنة وتوفى رحمة الله عليه وأنا كان في الاختبارات النهائية وكان آخر يوم اختبار كان اختبار حديد ما نسى وجاءنا الخبر أنا دارس وجاءنا الخبر وتوفى رحمة الله عليه في أمريكا وأنا كنت كنت في الرياض جاءنا الخبر خلاص أنا داخل التغراضي بتعشى وبنام وبراح بكر الاختبار ما أدري ليش والدتي الله يحفظها قررت أنها تبلغني هي قالت لي طبعا هم بعيدين عننا وإحنا كنا بنخلص اختبارات عشان بنسافر لأمريكا فأنا بعدين عرفت اللاجك عندها اللاجك عندها أن ما تبغيني أروح المدرسة وأحد يقولي في المدرسة عرفش قصدي أو أحد يعزيني في المدرسة شف إجابة على سؤالك الوالدة اللي حفظها قلت لك يا في البداية هي قامت بمقام الأب والأم وكل شيء يعني لو لالله ثمهي كان إحنا ما طلعنا بهذا المنظر أو بهذا الشيء يعني أنا أتكلم عن نفسي أنا هي اللي وقفت كأم وكأب معانا إلى اليوم أنا أقول لك يا إلى اليوم يعني أنا عندي اللين عيالي الآن هم نفس الشيء هي حريصة وهي الملجأ يعني لأنك تروح لها وتسألها هي بتدبرك وتعبرك يعني أنا أعتقد أنت يو أقريبي وذمي على هالموضوع يعني والدتك كمان نفس الشيء من هذا المنوان فهي الله يحفظها هي السبب اللي غطت هذا الفقد طبعا الفقد كبير يعني ما الواحد بس أنا هذا الشيء يعني هذا بهذا السبب أنا ما كان عندي ارتباط فعلا مع والدي أنا والدي رحمة الله عليه كان أساسا كان عنده مشكلة في الحنجرة فما كان حتى ما تذكر يعني ما تذكر صوته كان يتكلم زي المايكروفون فما أعرف صوته فارتباطي فيه ارتباط بس الإشارة طبعا هو ما شاء الله الله يرحمه كان قوي شخصية جدا فيعني من نظرة ومن حركة يعني أنت تفهم الموضوع كامل لكن لو بتسألني مثلا كارتباطي كأي أب في الدنيا ما كان عندي نفس الارتباط لأنه تعرف ما تعرف صوته ما تعرف ما يحاكيك ما يعطيك نصايح ما في هذا الفيرب ما في المعلومات الصوتية اللي تسمحها مع أنه ما كان عسكري بس كان نفس نوعية العسكر يعني يقعد ما كان يحكي كثير طبعا يعني واضح ليش بس أنه فالعلاقة كانت كلها مسموعة يعني أتسمحها من الآخرين يقولوا لي كيف كان أو يوم كان يحكي كيف كان يسوي وكيف كانت تصرفاته وحتى والدتي نفس الشي فيعني يشرحون لي هو كيف فعلاقتي معه كانت علاقتي عن طريق السمع كيف كانت علاقتك معه كيف الناس كان يتكلمون عنه كان يتكلمون عنه معنى أنا عشت معه يعني لن 17 سنة يعني ذكره بس تعرف لما ما يكون فيه ما حتقدر محدود ايه فتكون محدودة بعدين هو حتى لدرجة رحمة الله عليك ما عد يعني تعرف يوصل معاك خلاص ما عد تحتاج تشرح أو تقعد تكتب يعني صعب وتقعد تكتب يتكلم أقدر أفهم يعني لما يتكلم أقدر أفهم يعني بس ما اسمع صوته تعرف فيه أشياء كثيرة تأخذها بالنبرات الصوت الحنان لو يجي نحنان بيجي بالنبرات الصوت فلما تكون صوت نبرات الصوت وحده بس مجرد أن تسمع وشي قاعد يقول هذا ما هو ما هو ما هو اتصال فعلاقتي مع والدي رحمة الله عليك كانت علاقة عن طريق السماء سواء الناس يتكلمون عنه هو عايش أو بعد ما توفى هذا اللي أنا كتت يعني هذا علاقتي معه من ناحية تعرف زي ما تقول الإرث الصوتي أو الإرث الصوتي يعني تسمع الناس ويقولون كيف يقولون عنها وكيف يحكون قصص عنها فهذا اللي كنت أعرف يعني قبل يوم كانوا يسمعون صوتها فهذه يعني أنا نطيت من إجابة لإجابة بس عشان يعني يمكننا حالة شادة من هالناحية يعني ما كانت فعلا في علاقة أول مرة أسمع بعض الطريقة وأنت شرحت بطريقة حلوة أوكي نروح لموضوع ثاني وعارف موضوع مهم لك ال-ADHD نحن عارف هذا الشيء يعني زين حق الناس يسمعون وزين أن نسلط الضوء عليه I have to get it right Attention Deficit Hyper Attention Deficit Hyper Disorder Disorder أوكي فأعرف أن أنت فيك ولا أنا والله شوف لا أنا ما فيني أي جوز فيني أو أكيد فيني بس أنا اللي أتوقع الحين بقول لك عيد سؤالك ورغولك سؤالي بسيط أنت هل فيك ال-ADHD اللي يسمونه ADHD سمعت أن ولدك يمكن بعد في ADHD فالسؤالي أول شيء شخصي بعدين كيف سلطان التعامل مع هشا إذا هو فيه وشو نصيحتك للأشخاص اللي يسمعون كيف يتعاملون معا ولا كيف يرابون أولاد لو عندهم ADHD أنا بعد شوفت الفيديو بس بعدين بشرح لك شو الفيديو أوكي هو فعلا أنا في البداية يعني أنا قلت لك أنا دراسة وهذا كانت كنت طالب مشتهد ومن أفضل ما يكون بس طبعا كانت عندي صعوبات في الدراسة لأنه أنا ما أعرف أحفظ يعني الحفظ عشان كده قلت لك أنا دخلت علمي لأنه كان عندي الرياضيات والكميستري والعالي أسهل البيولوجي أسهل عندي من القواعد ولا الحسدري يعني أنا عندي أني أدرس شيئات تقيلة زي كده أسهل من أدرس لغة عربية بس يعني فاس فورورد أنا عندي ثلاثة ابناء عندي بنت الكبيرة بعدين ولدين توام لما صار واحد من ابناء الولد الصغير يمكن عمره ثلاثة أربع سنوات بدأنا نحس في أنه يعني في شيء غريب يعني عنده الانتباه اختياري يعني يكون مثلا يتفرج على التلفزيون نادي يمكن لو مايكروفون نادي ولين تيجي تحركه ما يلتفت يمركز على التلفزيون تسحبه وهو لسه قاعد يناظر التلفزيون بس لما تقول له مثلا تبي آيس كريم على طول يلتفت وين يعني ينتبه على الشيء اللي هو يبيه فإحنا الحقيقة كنا خايفين يعني يعني نعرف وش فيه يعني تعرف تجيك الاحتمالات كثيرة أوتزم بدأت ذاك الوقت يبتدي التوحد يبتدي يعني حالات وأمراض كثيرة فبدينا نأخذها بدينا أخذناها أول مرة طبعا أنا كشان ندرس في سان فرانسيسكو ارتباطي كان كنت أروح لها كثير أروح كاليفورنيا مو كاليفورنيا ما أحب كاليفورنيا بس كنت أروح لسان فرانسيسكو مرات كثيرة ونروح سياعة يعني أحب نورتين كاليفورنيا وهذه المنطقة فقررت أنه ذيك السنة قررنا كانت 2006 هي أذكر أنها هي أول سنة يطلع فيها الآيفون لأنني شريت أول آيفون فقررت أني أخذ الستان فرد عشان نشوف يعني عشان بتعرف نبغى نعرف وشي أمل والفحوصات وتحاليل وكذا بعدين يعني بعد فترة إحنا كنا خايفين قالوا أنه عنده ما يسمى ADHD هذا كل وقت إحنا ما نعرف شي يعني فرط الحركة وتشتت الانتباه هذا اسمه بالعربي فرط الحركة وتشتت الانتباه فما كنا عارفين إيش هذا قال غالبا هذا الشي يعني هي حالة ما هو مرض هي حالة ممكن يعني ممكن الأطفال يعني بطريقة معينة أو بأدوية معينة الأدوية ما تعالجة هي تساعدهم أنهم بايباس الحالة هذه أن يقدروا ركزون ويصير ما يكون عندها الأدوية هذه تروح من الجسم بعد ثمان ساعات أو شيء زي كده فكنا هزت يعني كنا يعني خايفين ما نبقى نعطي التوى صغير نعطي أدوية كنا خايفين وبالذات نحن عارفين مش هدا الحالة قررنا نروح مثلا أماكن ثانية ونشوف كذا ما كان إلينا اقتنعنا إن لا إنها شيء معروف إحنا مجرد أن يعني زي ما أنا قول دائما نمثلها بالغلوتين فري تاريف هذه الأشياء ما جاءت إلى الحين يعني هي موجودة من أول بس ما اكتشفوها وصارت في الحياة الاجتماعية إلا من تالي يعني بس بجرعات معينة فأول مرة أعطوه جرعات كانت قوية على كثير لدرجة مسكين ما قدر ينام يعني أنا حزنت عليه لأنه ما قدر ينام بس يبي يحكي يعني صارت العكس يعني صار بمرة يعني تاريف الأمريكو زيادة على اللزوم صار الحين يعني مركز زيادة على اللزوم لين أخذنا يعني عرفنا بالضبط المقدار ورجعنا الحين بدا فالحين بيدخل المدرسة بيدخل المدرسة فأول ما رجعنا دخل المدرسة في الرياض ثاني سنة أعتقد فكنت أنا اضطر أروح للمدرسة عشان أعلم المدرسين أن كيف يتعاملون معه فكانوا هم يحسبون أن حتى أصحابه ترى في كثير تنمر وكثير من الأطفال ينظرون لش فيه فيه شي غريب وأنا يضايقني غير أني أب بس الشخص الذي لا يعرف أو يجهل هذا الشي يبتدي يعطي نظرات تعرف الذي لا يعطيك نظرات الحسرة والرحمة وانت تحس أنه ليس المفروض أنه يكون هذا الشي بس أنه غير طبعا وما شاء الله عليه ذكي جدا أخذتني فترة لأروح للمدرسة كل مرة وحاكيهم واشرح لهم بعد ذاك الفترة طلعت جمعية جمعية الـ ADHD في السعودية وبدأ أسسوها وبدأت أحاول أن أحكي معهم وأستفيد منهم وأبغاهم يروحون يعملون ووركشاب للمدارس طبعا شوي شوي بدأنا لقينا طريقة معينة كيف يتعامل فيها مع المدرسين وبدأ هو يفكر وخلاص لما يأخذ الدواء ينتبه ولما يوقف يرجع لنفس الحالة بعد فترة لما لقينا لقينا دكتور في الرياض وأجنبي طبعا وقاعد يتابع حالاتهم عشان بس تعرف الأدوية لأنها لأنها ببسكريبشن يعني ما هي أدوية لازم يكون عندك دكتور يعطيك يصرف لك وصعبك كل سنة نروح أو كل شهرين نروح أو ثلاثة شهور نروح لأمريكا عشان ننصفها ونرجع لقينا الدكتور وقال الدكتور قال على شي مرة مهم قال نادو أبغى أشوف أخوه هم تونز أخوه كان عكسة أخوه كان سوشل بس طلع عنده أخوه مشاكل ثانية طلع كل اثنين عندهم ADHD كل اثنين بس كل واحد بشكل مختلف هي فرط الحركة وتشتت الانتباه فرط الحركة جزء وتشتت الانتباه جزء فواحد عنده ذالجزء واحد عنده ذالجزء فالحمد الله بدوا يمشون وطبعا لما كبروا شوي شوي تعودوا حالتهم وبدت الدنيا وبدت تكتر الحالات وبدت الناس يتعرفون عليها نحن في وقتي كانوا يسمونهم مشقيات تعرفين يقولون الشيقي في المدرسة أنا متأكد أنه كان عندي ADHD متأكد ولا يقول الواحد هذا مسكين بليد هذا متأكد أنه عنده مشكلة ثانية من المشاكل هذه بس ما كانت معروفة لما ونحن قاعدين نتكلم مع الدكاثرة اكتشفت أنه أنا عندي حالة من ذلك الحالات كنت أنا أحاول أني أعالج نفسي بنفسي كنت أحاول أني أطور وأعتقد يجوز طبعا أنا الحين ما أدري سألوني قبل فترة قلت طب أدرح شخصت قلت ليش أستفيد يعني شخصها الحين خلاص تعاملت معها وبدأت أعرف يعني بديت أتعامل معها خلاص عرفت وش أنا درست وخلصت بس أنا أعتقد عندي فورموف ديسلكسيا لأنه كانت عندي صعوبة وما زالت عندي صعوبة في القراءة الوالدة نفس الشي لما أقرأ فالحين سنتفضل أقرأ الأوديو بوكس واكتشفت أن الشيء المسموع يرسخ في العاقل أكثر من المقروض بالإضافة لما أقرأ تبتدي تختلط عندي أسطر بعدين أبتدي أسج أروح أماكن ثانية يعني أنا قاعد أقرأ بس قاعد أفكر بشيء ثاني فهذا اللي كانت عندي صعوبات وأنا أدرس متى لاحظتها وأنا أدرس وأنا أولادي كلهم درستهم أنا ما كانوا يجيهم مدرسين أنا اللي كنت أدرسهم أنا وأمهم بس مرات أنا أدرسهم لأني أنا أشد شوي عليهم لا والله هم بيقولون أن أمهم أشد مني بس أنا كنت أشرح لهم أمهم ما عندها وقت تشرح فأنا أشرح فاللي هنا حسيت إذا انتبهت أني أنا كان فيني هذه المشكلة لأنه أنا كان يأخذني يوم كامل عشان أقدر أدرس مادة واحدة يعني إذا كان عندي اختبار مادتين تعرف إحنا وقتها أكيد أنت مثلنا كان يام الاختبارات أسبوعين وبعض المرة الاختبارات تكون مادتين فيأخذني يوم عشان أدرس مادة واحدة فإذا كان قبل الويكند وكانت مادتين أقسمهم على يوم يوم بعد اليوم الثاني أدرس إنتهم مع بعض لما أقدر أولادي يدرسون المادة ثلاث ساعتين أقول كيف؟ يعني ما أستوعب فهنا أنا عرفت أني أنا فيني أنا المشكلة فاكتشفت أني أقدر أقرأ بالمقلوب وأقدر أكتب بالمقلوب وأقرأ الشيء وأقرأ شيء ثاني يعني أنا ممكن أشوف الكلمة وأقرأها شيء ثاني في البداية كنت أخجل يعني مثلا تخيّد تتكلم ومنت تتكلم تلخبط تقرأ شيء مختلف بعدين اكتشفت أني ليش أخجل أقول أنا عندي أنا ديسلكسك عادي ما أحد بيروح يتابعني ويقول مسكين ولا مسكين طيب سوت وبعدين عرفت فاكتشفت أني أنا تقرأ بس لما ترجع في الوقت ترجع بكل ثلاثين أربعين سنة تقول أوه هذا الوقت هذا اللي كان عندي فكنت أنا حاول أتجاوزها عن طريق أني أعمل شيت شيت أعمل صفحة وأكتبها لأنني اكتشفت لما أكتب عرفت أكتب مختصر هذا يعطيني اختصار للمادة كلها فأقدر أفهمها بسهولة ما تحصل لي مثلا بالماد بالرياضيات ما أحتاج أقرأ أقدر أحل على طول لأنها تجربة وتدريب فسرت ألون لما أجي أقرأ ألون عشان أقدر أشوفها بالألوان فأنا أعالش نفسي بنفسي وهذا كل وقت ما كان فيه لا إنترنت ولا كان فيه أشياء أنا ممكن نعرفها فنصيحتي يعني أنا شو بالواحد نصيحتي إذا كان عنده صعوبات في التعلم لا يخجل يروح يحاول يعني زي ما تقول يفهمها يفهم ليش أنا غير البشر ليش أنا ليش فلان يعني أنا الحمد لله بنتي وولدي صغير اللي عنده يدي اتش دي اللي كان أول واحد وزوجتي يقرون يعني ممكن يقرون كتاب باليوم أنا وولدي الثاني ما نقرأ أبدا بس أنا أقرأها أقرأها بالسماء يعني أنا أقدر أقرأ بس يأخذني شهر وأذكر خلال الفترة يوم كنت عايش في لوسانجبس كانت أحلى وقت عندي كان عندي سيارة تسلا وكنت فيها فيها تقدر تقرأ كتب في السيارة على زحمة لوسانجبس كنت أقرأ يمكن بالأسبوع كتاب وهذا كان شيء أسمع بالأسبوع كتاب فنصيحتي أنه يعني ما هو عيب الواحد الله خلقني كذا يعني ليش أنا أستحين طبعا وفي نفس الوقت كل واحد عنده قدرات يعني فيه ناس يقدرون يلقون بشكل أفضل أنا ما أغار منهم فيه ناس يقدرون يقرون بشكل أفضل ما أغار منهم وليس شرط أنه كل واحد يكون ممتاز في كل شيء في حياته أو كل شيء حوالينا دنيا قدرات والأشخاص قدرات فالمهم يكون عنده شجاعة أن يروح ويقول أنا عندي كذا ما هو عيب ولا هو شيء مثلا تقول تأخذ الناس بيحزنون عليك ويقولون مسكين أو يرحمونك لا ما هو عيب رح أدرست وحاول أنك يعني حاول تتخطاها حدو الحب بالنسبة لك شو يعني شو معنى الحب بالنسبة لي عشرة عشرة العشرة ليش قفترت ليش أقول لك العشرة لأنه أنا ما قدر أفرق بين حب الزوج لزوجستها حب الأم لولدها وحب الأب لابنها أكثر حاجة اللي ممكن تخلي مثلا أشخاص غريبة أو ناس غريبة عن بعض إنها ممكن تحب بعض إنهم يعيشون مع بعض أو إنهم يعني يكونون يتجاوزون الفترة اللي تقدر تقعد مع شخص أنت الحلو تقعد مع صديقه وشخص ما تعرفه تقعد أكثر من مثلا نص ساعة تقول خلاص تفشل منها بأمشي عرفت فإنت تقدر تقعد مع شخص سواء صديق أو زوج أو تقدر تقعد معاه فترة طويلة لأن تعرف في كمان نقطة ثانية اللي يقول لك حب من أول نظرة وهذا الكلام ممكن بس ممكن الحب هذا يموت بسرعة يعني ممكن الواحد يعجب بأحد أو يقول يحس أن يحبها ثاني يوم تلاقي زوجين تلاقي متطلقوا وان راح لحبتي فهذا أنا بالنسبة لي أنا أحس أن العلاقات أنا أتكلم عن علاقتي أنا يعني والدتي طبعا حبها وخواتي حبهم بس أن يعني هذه ما أقدر أقيسها بالحب العادي لكن أنا أقول لك أنا علاقتي أنا بزوجتي الحب بعد فترة خلاص يعني يروح لما تعيش مع أحد فترة نحن أنا متزوجين 25 سنة لما تكون تعيش مع أحد أنا الحين أنظر لها وهي تنظر لي كأننا أعز أصدقاء يعني لو ما كانت هذه العشرة بيننا وتحس أنك أنت تقدر تشوفه وتقعد تحكي وتضحك يعني أنا بالنسبة لي أحس أن الحب المتعارف عليه بعد فترة يروح فإذا ما كان فيه أو العشرة هذه ما أتوقع أنه فيه فرق كبير بالمسميات بين الحب والعشرة يعني أنا بالنسبة لي أنه بدأ شيء بحب وكمل الفترة طويلة معناها فعلا حب استمر العشرة كلمة واحد حلوة تعرف خليتني أتذكر كنت مرة يعني يوم واحد من ربعي توفى الله يرحمه حزنت عليه وبكيت شوي وكنت أسأل نفسي أقول إيش معنى صحت عليه بس ما أصيح على تقريبا مرة في الأسبوع والمرتين مرة في الأسبوع والمرة في الشهر بتشوف حد على إنستجرام بنزل ستوري إنه الله يرحمه خالي كذا وتقوله وتكتب له الله يرحمه بس تكتب له الله يرحمه عادي إيش معنى هذا صحت عليه هذا ما صحت الفعل نفسه ثنينة تم ماته إنسان مات إنسان مات إذا شو الفرق أيا نس ليش هني زاعدوني ويظن الجواب كان العشرة إنك عاشرت فترة طويلة يعني فزعلت فقدت الشخص اللي عاشرته اللي عاشرته فعلا لأن أنا مرات لما أنا حدي يقولي على الحب يا أخي طيب أنا ممكن أحب آدمي ممكن أحب حيوان ممكن أحب أهال ممكن أحب في الحب أشكال ولوانة فصعب أنك تعممها على شيء واحد يعني والحب مقاييس يعني والحب أشكال مختلفة فيعني إذا السؤال يكون أوضح تحدد الحب بين مين مزيحين بنتخل للزواج 25 سنة ما شاء الله شو في هل أنت سعيد في زواجك طبعا طبعا ما يستوي ليش لا عشان في ناس بيقولون لك طبعا في ناس لا في ناس مش سعيدين بس مع بعض عشان أولاد عشان تعودوا على بعض وفي ناس لا صدقي يحس من داخل يا أخي أنا مرتاح عندي راحت بالي أنا مستانس أنا قلت لك زوجتي هي أعز أصدقائي يعني أعز أصحاب غير إنها زوجتي وحبيبتي وأم عيالي بس هي الشخص اللي أنا أستانس أقعد معها يعني ما أستانس أقعد مع أحد وأحكي وأضحك وهذا اللي محا فيعني أنا ما أعتقد أن أكثر من كده سعادة ما يعني الله يتممها على هالحان نزين فعلا السؤال يطبق عليك ففي زواجك اللي ما شاء الله 25 سنة إن شاء الله يدوم وانت تسمي زواج صحي وسعيد لكل شخص يشوف أنت شو حسيت من أهم لعناصر المهمة اللي خلت زواجكم أنتو الزواج هذا يبقى لهالفترة بشكل صحي في زمن الناس يستطلق قبل ست شهور الناس ما تكمل سنة سنتين يعني العلاقات ما يستطلون مثل قبل يمكن أن نقبل حتى يمكن مما كانت بس أن الناس ما كان عندهم خيارات وليس يشوكون السوشيال ميديا وينغررون يقولون بشكل صحيح بشكل صحيح بشكل صحيح بشكل صحيح أنا أعتقد أنا سألتها السؤال كثير لأنني أحس أنه بالنسبة لبعض الناس إحنا مرر غريبين يعني لكيف أنهم يستمرون مع بعض طرح في ناس يستمرون مع بعض ما يكون مع بعض فعلا صحيح لكن في نقطتين مهمة طبعا يقولون صديق وقت الضيق هي هذه من صديق بس في الوقت الصعوبات لما الشخص يوقف معك تعرف أن هذا يعني بسهول أن أنا مثلا أول ما خطبت زوجتي ف ما كان في مجاملات تعرف أنا شفت ناس وأعرف ناس كانوا مخطوبين ما يكلمون يعني الخطيب كنت أشوفه كل يوم كنت أنا سافر هم كانوا أنا كنت في سانفرسوسكو وكانوا في نيويورك كنت أسافر تقريبا كل ويكند ست ساعات أروح لهم وأرجع يعني وش حادي نسوي هالإشياء بس كنت أبغى أوقف معهم وكنت أبغى أكون معهم هم شافوها كبيرة وأنا تعرفت عليهم بشكل بشكلهم الحقيقي فأعتقد أن بسبب أننا لما يعني أغلب الناس وأنا ما بغى أكون قاعد أنظر أغلب الناس يرتبطون لأسباب مختلفة أو لأسباب يعني غير يعني غير معروفة يعني مثلا واحد شاف مثلا يبير تبط في فلانا لأنها شكلها جميل شوفها جميلة ولا هي تبطر في ذي لأنها غني ولا مكانة معينة ولا لو يشيلون الاعتبارات هذه ويناظرها كشخص يناظرون بعض كأشخاص من غير أي اعتبارات بصدق صدقني ممكن يكون يعني الاختيار يكون مثلا مختلف وهذا اللي ممكن تأثر على الفترة الأطول يعني هي لما يكون ما بنية على باطل فهو باطل فلما يكون الشيء مبني على اختيارات غير صحيحة أو اعتبارات غير صحيحة ما اعتقد انه يعني بيكون فيه احتمالية انه يكمل صحيحة اللي حلو صار لك صار لك كراش كورس في البداية شفتم على حقيقتهم فنقول انتو كنت محظوظ انه حصلت الفرصة ان الصدق تتعرف عليهم من البداية الله يحفظها والدها يعني بس الأحداث هاي خلتك صدق تشوفهم شو لو شفت ما قدر يحصل هالكراش كورس اللي خلتك تستمر على هال 25 سنة كيف تقدر تخلي مثل الـ IV شو الـ IV مع للزواج انه يتم صحي شيء للأقنعة ما يفروض ما يكون فيه أقنعة يكون الناس على حقيقتهم يعني انت الحين اذا ان الشخص نفسه يبغى يكمل مع الشخص نفسه يعني يبغون يكملون او يتعرفون على بعض يتعرفون على بعض بدون أقنعة يعني ملازمة ما بقل يعني هي ميوا أقنعة مكياج وما مكياج لا انا اقصد يكون على حقيقتها يعني اغلب الناس في وقت الخطبة يكونون يكلمون بعض وبعدها يتركها ويروح يسافر مع اصحابها ولا هي تتركها وتقعد بيتها لها طيب ليش مع يعني الممو ما وصلهم في وقت الخطبة عرفت فهذا اللي أقول لك الأقنعة الأقنعة خلك طبيعي ما تكون يعني ما الواحد يكون ما هو تدريب ولا تدريس ولا تربية لا بس يكون طبيعي يعني يكون ليش التمثيل ليش الواحد يمثل نفسه شي لأنه حس أنه بيتعب لما يتم الزواج بيحس أنه لازم أغير هذا الشي اللي أنا بديته طيب ليش تغيره ليش ما تكون في البداية عشان إذا كان هي أو هو شافوا أن الوضع لا إذا مو مناسب يفسقونها الخطبة من قبل الزواج فأنا بتقديري وأعتقد أنه طبعا فيه أمور يعني فيه مؤثرات غيرها يعني مو شرط أن هذا الشي وإحنا الحمد لله أنا أقدر أقول والحمد والشكر لله أنه إحنا محظوظين يعني يجوز أنه أعرفها الحقيقة أو تعرفني حل حقيقتك بعدين ما يستمر الوضع ممكن بس الحمد لله إحنا محظوظين لكن طبعا زي ما قلت في البداية الواحد يأخذ بالأسباب يعني واحدة من الأسباب أن الواحد ليش يجامل وليش يلبس أقنعة يكون على طبيعته عشان أحسن للجميع عشان بعدها يصير ما في مفاجآت يقول الواحد شايفها من قبل عشان لو في مفاجآت يقول والله أنت اللي شايف هذا الشي وما قل شي خلاص لك في ذي ليش تحس الناس بوايد صعب عليهم يشلون الأقنعة عشان معظم الناس في أقنعة معظم الناس في مجاملة ومعظم الناس مش عارفة الصدق بوضوحة تقول هي منو ليش لأنهم أنا قلت أمن أول يختارون بعض ويتزوجون لأسباب مختلفة يعني الأسباب يعني الحين واحدة مثلا أنت بيتتزوج واحد ما أقول واحدة أخلي أعكسها واحد يبتتزوج واحدة حلوة أو جميلة لازم يكسب رضاها فبيسوي اللي اللي بيعجبها عشان يكسب رضاها فهو فيها أنانية من هالناحية هو بس يبغي يكسب رضاها طيب أنت الحين خبيت أنت مشكلتك وإش تصرفاتك وإش اللي الخافي عشان تكسب رضاها هذه المرأة الجميلة طيب وفي نفس الوقت العكس ممكن يكون صحيح فهي نقول لك يضطرون يلبسون الأقنعة عشانهم متزوجين أو يتعرفون على بعض ونفس السبب تحب تكون أبو أعشق أكون أبو أنا قلت أقولها لأولادي قبل فترة كل ما أقولهم أقولهم أطفالي أقولوا نحن أكبرنا وأقول شوفوا أنتوا في عيوني أطفال لأن أموت يعني أنا بالنسبة لي أشوفكم أطفال لما أقدر أتخيل اللي كنت أكلهم وشربهم صغار أنهم الحين أطول مني كل واحد أني أشوفهم أنهم للحين أنهم أكبار ورجال طبعا أول ما لما نصرنا أمتي نسترز حسيتها أول ما أخذنا طبعا يوم أخذنا الثنين التوأم الجامعات بينهم كان أسابيا فجتنا يعني قوية تعرف اللي رحنا كلنا إحنا خمسة طبعا بنتي راحت الجامعة من أول شي وهي راح لحالها يعني كيف وثاني أسبوع الولد الأول ثاني أسبوع الولد الثاني ورجعنا أنا وزوجتي لحالنا ما أخفيك أنا جاني شي يعني هي طبعا بكت وقصص أنا جاني شي اللي قعدت مع نفسي وقلت لها قلت لها شوفي الآن إحنا لازم ويلت قو لازم نتركهم خلاص هذه معنات في رجعة يعني بيرجعون بيرجعون برضاهم البيت لكن معنات أقدر أجبرهم خلاص هذه طلعتهم يعني الحلهم كيانهم ولهم محلهم ولهم شيهم لهم حياتهم إذا هم بيرجعون والحمد لله إحنا سوينا شي زين في حياتنا إنهم بيرجعون وبيقعدون يعني ما زالوا يرجعون ويروحون لنا يعني يعتبرون ناها لهم والحمد لله هذا الشي صار كل واحد ساكن في هذا قريبين مننا طبعا بس كل يوم أحد وكل يوم هذا يجوهوننا ويقعدون معي ويقعدون معنا يدوروننا يعني هذا شيء بالنسبة لي أهم شيء أحب أن يكون أبو أنا أنا أعتبر أنا أستنى لحين يجيوني أحفاد إن شاء الله يقول لك عز من ولد ولد الولد يعني حتى هم يقولوا ما نضع عيالنا يقولوا لا لا عطوه مني أنا بتبناهم بس شوف اللي قلت صح لو أنت شكلت وهيئت ولدك ولا بنتك صح الـ ROI Return of Investment إنهم بيحبون يرجعون لك بدون ما تحن بدون تأنيب ضمير طبعا فلنت سويته أصعب شيء ولكن هو الشيء الصائب الصحيح إن يا حبيبة قلبي نحن ربينا صح خلاص هدي هدي عشان خلاص هيئناهم عشان روح عوم وإذا رجع لك معنات أنت خلاص صديقة حين عشان استويته أصدقاء مفروضة حين رفقها مش بس أبو يقول له مفروض غلط ومفروض خلاص علمت شو صحه غلط بالضبط وشوف الواحد نحن نسوي اللي نقدر عليه والباقي كيف رب العالمين ما قدر أسوي أكثر من كده يعني أنا أحاول قدر الاستطاع يقولون التربية كيف تسوي والله شوف أنا الآن أنا ضد وأولادي كلهم ما دخلتهم ما غصبتهم على رياض وأنا أعتقد أنها غلط الحقيقة أنهم يدخلهم مثلا الرياضة يدخلهم مدري إيش يدخلهم يكلموني الناس يقولون بندخل عيالنا جوجدسو ولا شحسن جوجدسو ولا تايكواندو ولا مدري يقولون لا تغصبهم أنا اخترت التايكواندو الحالي ما حد غصبني عليه لا تغصبهم على الرياضة أساسا أنت ده شفت فيهم يعني موهبة نمها حاولت تركز عليها لكن ولا تعتمد على أن هو يمكن يغير رأيها يعني أنا أذكر واحد من أولادي كان يحب يرسم يعني كنا أركيتكت والثاني يحب يرسم حاولت أني أقنعه منه يعني أدرس كذا ودرس كذا بعدين قال لي أنت تبغاني أدرس مثلا أركيتكتر عشان أنت لا 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 تدرس أركيتكتر ما أبقى بس أنا شوف أنا واجبي أني أشوف إذا شفت فيك موهبة أحاول أن أميها إذا أنت ما تبغى أو ما تبغى حالي قرر لا لكن أنا أشوف يعني ولا واحد من عيالي دخل رياضة ولا واحد حتى يعني أمهم كانت تقول لي جيب لهم درب جبت لهم قلت لا 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 ما أجيب لهم درب خليني أنا أدربهم أنا أدربهم أشوف إذا كان أعجبتهم كملوا إذا ما أعجبتهم كيفوا ولا واحد يعني ما أعجبتهم لي فأنا أشوف أنه ضد أن الواحد يغصب أبناء أنهم يسرون شيء هما ما يبغون فخلهم على راحتهم ما الواحد يهيتهم كذا يخليهم مفلوتين لا يعني يركز انتبه لهم بس أنه لا تجبرهم يسوون شيء لأنه من راتهم ذي ربال يعني يحاولون أنهم يتمردون عليك يبغون الشيء اللي ما أنت مات به وهذا أرده حاجة أرده شيء أن الأبناء يتمردون على هلهم بقناعاتهم مو بأن يتمردون عليهم بالأفعال بالقناعات يعني يعاند يجيك واحد يقول لك لا أقول لهم مثلا أنت جيد مثلا بالطبخ يقول لا 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 مثلا لأن أنت اقتنعت نحن الشيء الوحيد اللي يمكن غصبناهم فيه أن دخلناهم فرنش سكون هم طبعا مع أنهم ما دروا صبر كل درسين بالسعودية بس أن عشان البيت يتكلمون بالإنجليزي فالإنجليزي عندهم الفرس لانجوج والعربي غصبنا عليهم بيدرسون في مدرسهم فقلنا لازم ندخلهم لغة ثالثة على سيستفيدون وبيشكرون لنا بعدين يعني دخلناهم فرنسي يمكن أعتقد لين المتوسط أو الثانوي يمكن لين أول ثانوي الحمد لله عندهم البنت تتكلم فرنسي كويس الأولاد عندهم المبادئ بس أتوقع لو دخلوا بروغرام أو بوركشاب أو شي بيرجعون يعرفون اللغة سؤال افتراضي لو عندك طاولة تعشها وعندك تختار ثلاث ضيوف أحياء أو موات عادي وكل حد يفهم بعض النفس اللغة خلا نقول افتراضين كل حد يفهم الثاني من الثلاث شخصيات اللي بتحط مع الطاولة معك أقدر أقول الإمام محمد بن سعود الملك عبدالعزيز والأمير محمد بن سلمان أو لأنه أبغى أشوف أبغى أشوف يعني بداية الدولة السعودية وتوحيد الدولة السعودية والرؤية حق الدولة السعودية الآن فأنا أريد أن أشوف طبعا الملك عبدالعزيز أنا أتمنى أني يعني بس مجرد أني أسمع يتكلم لأن تعرف توفى الله رحمه قبل أبوي صغير بعد ما أتذكر أبوي عايش لا أبوي كان موجود بس أتوقع كان صغير فأنا أريد أشوف كيف البداية يعني أنا أشوف أن الدولة السعودية بشكل لها يعني من البداية إلى الآن مرت بمراحل يعني ما المفروض أنها كانت بدأت وما المفروض أنها توحدت وما المفروض أنها تطورت الآن فأنا تحس أنه يعني اللي صار صار نقلات يعني صارت معجزات بشكل أو آخر سامع عن السؤال يرى عندي سؤال بس أحس السؤال مكعب أحسن السؤال مكعب سامع فيه لا أبدا الله يكفينا شر لا أشيء سامع شي حلو يحتاج بس خيالك أوكي وتنسان شكلك عندك بداع وفن فحلو خيالك بيمشي معنا غمض لي عينك تخيل معي تخيل سلطان صحراء جرداء ما فيها ولا شيء فاضية 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 ومرة واحدة تشوف مكعب وصف لي المكعب مكعب نور نور مكعب عبارة نور كبير صغير مكعب كبير كم يعني حجمه يعني قدر أقول حجمك حجم بناية لا لا مو حجم بناية طبعا أنا يعني حجم أنا قاعد أتخيل الآن بحجم الأهرامات بس الهرام الصغير أوكي شفاف ولا جامد لا كنة شمس كنة شمس بس تقل تشوف داخل أو لا تقدر تشوف تشوف داخل كنة لحب يعني كنة أوكي وين هو على سطح على الصحراء ولا من غمس ولا يطير على السطح على السطح أوكي وبعد المكعب سلطان تشوف وين من زمهما سألت سؤال سلم لادر وين السلم تحت تحت وين يعني تحت على المكعب يعني 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 من تحت طالع من تحت طالع وأطول على المكعب ولا أكثر لا لا أكثر يعني ينتهي عند بداية بداية المكعب ينتهي فتحت المكعب فاضي كيف يعني يعني ما تشوف الأطرفة بس يعني كنة في مسبح شفت كيف السلم المسبح يعني نصها مغمور اه 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 اوكي اول ماندة سمعت شي رساله اه هو انه حد �로س تحت بأدرة متل متل وبات خطوات في السلم مال اثنين اوكي بعد السلم سلطان تشوف حصان وين الحصان؟ على يمين على يمين قريب من المكعب بعيد يعني 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 قريب يلمس المكعب واقف ولا يركض؟ واقف واقف شكله كيف؟ لونه كذا براونش يعني بني كذا علي أي شيء سر تجول لها؟ لا ولا شيء بعد الحصان تشوف ورود وين الورود؟ بعد الحصان بعد الحصان يعني عندك مكعب حصان ورود وين الورود على الأرض؟ لا يعني كأنها بيّن طرف الشجرة وطالع منها ورود يعني كأنها هاي كده مرتفعة ووايدة؟ ولا قليلة؟ أنا لا أشوف ألا طرف منها طرف منها طالع ديها الورود دابلة أو اللحية؟ اللحية أوكي بعد الورود تشوف عاصفة وين العاصفة؟ العاصفة أشوفها من الجهة الثانية على اليسار قريبة بعيدة؟ بعيدة يعني بعيدة من الخلف يعني اليسار من الخلف ويا يصوب العناصر اللي ذكرتها ولا ما يشوف؟ لا رايحة رايحة بعيدة رايحة بعيدة أوكي يالله افتحني عطني الشاف هذا الله يسلمك دراسة علم نفس مع دكتور طبيب نفسي اسمه اختبار المكعب تحت دراسة كوكولوجي جابانيز سايكولوجيست أوكي يا استادي المكعب هو الشعور بالذات أو الأنا أو لو أنت تقريباً قلت بميديوم لارج كبير واثق من نفسك بشدة جريء قوي وراغب في الظهور على سطح الصحراء يدل على الاستقرار منطقي وتعرف ماذا تريده من الحياة تجتهد للحصول عليها هالفيز تري ما لك اللي انت قلت أشواء بعدين قلت صلب إن في لهب داخل تعرف ما أنت ليس من السهل تلاعبك وواثق من نفسك السلم هذا أول ما رأسمع للوصف هذا السلم هم العائلة والأصدقاء يلمس المكعب لا تعتمد بشكل كامل على أصدقائك وعائلتك ولكنك تعتمد عليه في الدعم والتوجيه في بعض الأحيان السلم قصير تعتبر نفسك قائداً أو من نوع الآلفة أنا أقول لك على الآلفة قديم أو جديد؟ السلم كان قلت لي حديد كان من حديد لكن شكلت جديم أو شكل يديد؟ قديم شكت له جديد؟ قديم قديم تعرف أصدقائك منذ مدة طويلة وتعرفهم جيداً عدد الخطوات قليلة تفضل أن يكون لديك عدد قليل من الأصدقاء لا توقع شيء صراحاً الحصان هو شريكك المثالي يعني زوجتك الحصان قريب من المكعب علاقة وثيقة مبروك طلعت ما بشذابه ليس له سرج ترى أنه ليس بإمكانك السيطرة على شريكك ولا يمكنك التنبؤ بفعاله حصان قد بني وبنيته يمكن أتوقع قوية من طريقة اللي شرحت ترغب في شريك يوثق به ويعتمد عليه اللي حلو شوفه حين تبعد لا تنسى الصورة المكعب هو أنت عدد السلم الأصدقاء القليلين ولاصق فيك فعلاقة وثيقة بعدين عندك زوجتك تقريباً تلمسك يعني علاقة وثيقة الزهور هم الأطفال كمية زهور تشير إلى عدد الأطفال اللي ترغب أن تكون حولهم أو تكون مالك أو في إنجابهم لو هي حية تعكس صحة أطفالك وازدهارهم وعلاقتك أنت بهم بالقرب من المكعب تتمنى أن تكون علاقتك بأطفالك قوية وبعيداً على المكعب لا تكترث بالمسافة بينك وبين أطفالك وهني حتى تذكر في شرح ثاني إن إذا الورود على المكعب عادي العلاقة مش صحية بزيادة يعني ما قادرت تتخلى عنهم عرفت كو ديبندنت بس إذا في مسافة أن عندك أشوى أن تقدر تقدر تقول أوكي علاقتي وثيقة ولكن روحوا عيشوا حياتكم تعرف حسيت يد صح وبعدين العاصفة هي المخاوف والضغوطات والأحساس بالتهديد والقلق غير واضحة الرؤية أو في الأفق أنت في سكون داخلي كلما اقتربت العاصفة كلما اقتربت تهديد المباشر والله أحس أنه كان صادق اللي يضحك على قولة الألفة أنا ما أفهم بالأبراج ما أفهم فيها ما أركز عليها تذكر بنتي وهي صغيرة كانت تبغى برجة يعني برجة معاجبة وتبغى برجي قلت لأخذي أنا بطيك اثنين كمان تبغيين اثنين أو ثلاثة وصدري يضحك إيش أنا برجي العذراء بس اللي هي طلعوا طلعوا هم أبناء يحبون هالأشياء ويقرون عنها وبعد طبعا في شيء شيء اسمه رايزينج رايزينج صحيح ما أدري ما أدري شيء بالكوينسيدنط ليه طلعت أنا تريبل برجو أوكي فداما يقولوا الألفا تريبل برجو نايز يقولوا مسكين مسكين ليش مسكين يعني يقولهم أنا هو أنا بغض النظر أنا تريبل ولا دبل ولا ليه هذا فهذه من الأشياء المضحك أكبر خوف عندك في حياتك اليوم والله يشوف أنا يعني يقول لك من خاف سلم أنا ما أقول لك أنا أنا أجرى يعني أكثر واحد جريء في الدنيا بس مهم وضروري أن الواحد يكون يخاف يكون خواف يعني ما ما أقدر أحدد لك بشيء معين الخوف وارد والمفروض الواحد يكون يخاف لأن لو ما خفت ما تسلم أنا شخصيا يعني آخر يعني آخر خوف مر علي كنا في سفاري في الصيف أول يوم ثاني يوم يعني عادي بس ثالث يوم خلاص يعني قاعدت أقول للقايد يقول لو سمحت يعني وخر عن الأسد يعني ممكن يلمز يعني لو أنزل يدي أقدر أمسك راسه فيعني هذا أسد وفي الغابة يعني ولا جاكور ولا شيء يعني بعد قلت لك قلت لهم من خاف سلم يعني من الصعب من الصعب من الصعب أن الواحد دائما يقول أنا شجاع أنا شجاع ويخاطر بنفسه أو يخاطر بأي قرار يتخذها أو أي شيء بأي يسويه لازم يكون حريص ما أقول لك ريسكا فرد فيه شيء مختلف تماما بس الخوف ما أقول لك يعني الواحد المفروض يخاف المفروض يكون عنده تخوف من كل شيء سواء من قرار سواء حتى من دوا يأخذها دائما أنا أقرأ يعني دائما أحط في بالي طب أفرض أن أخذت هذا العلاج وتسمع تسمع مثلا في بعض الأدويات أخذها ممكن تدمن عليها من ثاني يوم شاهدت داكومنتريز كثيرة على بعض الشركات اللي يعني ما هو كل شيء يعني ما نقول مثلا أنها خلاص معنى أنها آمن لا فيه أشياء كثيرة طلعت أنها بعد أن طلعت فيها ضرر كبير فالخوف إلى حد طبعا ما أن الواحد يكون برانويا يكون مرة خايف ما يسوي شيء لأنه ما حيقدر يتعامل معي شيء في حياتي إذا كان خايف من كل شيء فالخوف إلى حد ضروري أنا شخصيا أتمنى وأحاول أن يكون عندي مقدار كافي من الخوف في كل شيء في حياتي عشان يعني أكون سالم إن شاء الله وفي مأمل الوالد الله يرحمه لو تقدر سلطان تكتب لي رسالة اليوم وما لحق على وايد منك حتى ما لحق على فنك وأولادك إذا تقدر تكتب لي رسالة اليوم وبيقراها شو تكتب لي مضحك أنه يعني قبل يومين أخوي الله يسلم يرسل لي بين فترة وفترة جاء يكتشف أشياء مثلا كتب أوراق صور يرسل لي فيها أنا فيها والدي فكان من ضمنهم رسالة أنا كاتبها الوالدي أنا في الابتدائي لأنني أنا خط صغير لأنني لاحظت أن الخط كبير تعرف أيام أول يحط لك سطر عشان تكتب عليه كاتب لها رسالة أبشرة نجحت تقدير ممتاز وأن كلها نباك تكون فخور فيني وفي الأخير كتب لها ابنك المطيع سلطان أثر فيني ذا الخطاب بشكل المشكلة أني أنا ما أتذكر أنا ما أتذكر أني كتبتها بس أثر فيني بشكل وعطاني فرصة أنني فكرت في نفس الوقت قاعدت أفكر إيش بكتب لو بكتب لها الآن خطاب قلت يعني بكتب لها بكتب لها موشحات يعني بكتب لها قصة حياتي ما أقدر أكتب لها خطاب خطاب ما حيكفي هكتب لها كتاب يكتب لها قصتي يعني بسيكلي لو بكتب لها بكتب لها بكل شي فاته إذا سلطان بعد عمر طويل إن شاء الله أنت على فراشك وبتموت بينك أولادك وبنتك وزوجتك وأي حد تحبه وائد قريب منك يعذ عليك وتعرف أن خلاص ما بتشوفهم شو تحس تبذل قلهم قومة طوح والله شوف أنا من الناس اللي قلت لك أنا متفائل وأحاول أني ما أفكر بالأشياء يعني دايما نقول أني أفضل أفضل سيناريو أنك كلنا نموت مع بعض عشان ما حد يفكر بأحد ولا حد يحزن لكن أنا متأهب نتأهب لها الوقت ودايما نقول هالأولادك أقول لهم دايما أعطيهم نصائح أقول لهم ترى أنا ما ببقى لكم ويجوز أنه ما حيكون عندي الفرصة أني بعطيكم يعني لاست ويشز ولا آخر آخر وصايا ولا من ذلك ما أعتقد أنه الشخص اللي بيكون بعد طولة عمر على فراش الموت بيكون جاهز ذهنيا أنه يعطي وصايا الإنسان بطبيعته يفكر أنه أو أغلب البشر يفكرون أنهم دائمين مدى الحياة أنت ما تفكر فيها مرات تخطر على بالك أنك والله أنت يوم من الأيام بتموت أنت تحاول تبعدها عن مخك تحاول تبعدها عن مخك تقول لا يعني يعني واحدة من القصص قاعدين نفكر نحن بكاس العالم في السعودية إن شاء الله عام أبو 30 أول حاجة أباركي أول حاجة فكرت فيها كم بيكون عمري ذاك الوقت عرفت بعدين قلت الله يحيني الله يحيني أني أحضرها يعني أن الله أحيانا بنحضر لكن عشان أجاوب سؤالك أنا أعطي أبنائي نصايح على كل موقف الذكرة أو أي شيء يعني بالمصادة فيحصل أقول لهم أعطيهم النصيحة في وقتها لأنه خاء أخشى أنه ما هيكون عندي الفرصة في ذاك الوقت نتذكر وشبغة أقول لهم فحاول أني قدر الاستطاعة في موقفها في وقتها أقول لهم ودعبني يقولوا لي لا لا تفكر كده وجانا يحق قلت له لا 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 أنا ما أقول لكم إياها الحين عشان الآن أني ما أحبقى لكم هذه فاكت أني أنا ما أحبقى يعني هذه مو يبغى لها أحد يشرحها لكم لا إنها فاكت لكن أنا أخشى أني أنسى ذاك الوقت أو ممكن ما تكون عندي الفرصة فأعطيكم إياها في وقتها على الأقل أنتو كلكم موجودين أقول لكم هذا كده 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 نصيحتين لا أسوهم كده فيعني ما أقدر أقول لك نصيحة وحدة لأنه أنا ما أذكرها الآن ولا أذكر نصايح لكن أحاول إن كل ما ذكرت شيء أقولها لهم في وقته وآخر سؤال سؤالين الفن في كلمة الفن في كلمة مكاني هذا أنا حد سؤال أضافي الوالد شو تعني لك الوالد تعني لي كل شي تعني لي الحياة أنا بالنسبة لي تعني لي يعني هي أهم شي في حياتي يعني مختصر مفيد الوالد في كلمة الحياة سلطان في كلمة آه هذه الأشياء اللي أنا عاد الأشياء زي ما تقول المعقدة اللي أنا ما فهمها أنا ما أعرف يعني ما أعرف يعني ما أعرف كيف أقول أنا سلطان إن شاء الله أني يكون إنسان طيب طيب محب أنا والله الحمد لله أحب يعني أحاول أني أحب الخير للجميع يعني ما أحب يعني بالعكس أنا أحس أن هذا السؤال أعرف أنا أحس أن هذا السؤال أنت تجاوبني لو أنا ما أقول لك سلطان عطني سلطان في كلمة يعني ما أحس أن الإجابة المفروض تكون مني أنا أحس أنه المفروض تكون من الآخرين ستوي أتعلم مرة كيف أسهل عن الناس أقولهم لو أنا سأمشي معاك وشفنا سلطان وقلت لك وصف لي هالإنسان في كلمة شو بتقول عنا برضو هذه فيها لو أجاوبك عليها بيكون فيها شوي من الغرور لا ما فيه أو أي كلمة بقولها في هالس برنامج ما فيه غرور لا أنا أحس أن أنا ما أقدر أقول عن نفسي أي شيء لأنه أحس أن هذه اللي أبغى الناس يشوفوني أن أنا مطر مطر هذا يلا سؤالك الأخير بالمطر قلت لك ما أحس أن إجابة مهما كان مهما كانت يعني الإجابة بسيطة بيبين فيها غرور بيبين فيها أن أنا أبغى أكون هذا الإنسان اللي أنا حاطه في بالي فأنا أعتقد هذا السؤال المفروض أنه غيري يجاوب عنه تعالي شو بنسوي نتمنى الجمهور يكتبه في الكومنتز سلطان في كلمة بعد ما يشوفون أتمنى والله أتمنى أتمنى يكتبونه يعني بالعكس ولا حزعل بالعكس أنا أشوف أن يعني مع هذا الكلام كله المفروض الواحد ياخذ فكرة ياخذ فكرة عني ويقول مش رأي فيني يعني بالعكس أنا شكرا العافو بقصرت مفروض الواحدة مفروض الواحدة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر